اليوم رح نحكي عن الأفكار المغلوطة عن الطب النفسي وقدي عم بتأسطر علينا سلبا صباح الخير دكتورة؟ صباح الخير كيف لقيت حديثنا؟ ممتعش كيف حالك؟ ممتعش أهلا 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 طيب هلا في دكتورة راوية طبعا بحب أقول أنه هاي الفقرة هي برعاية مركز مستشفى الرشيد المركز الرائد أد في الوطن العربي مركز مستشفى الرشيد يقدم الرعاية الصحية وعلاج كافة الأمراض النفسية وأيضا سواء للمراجعين في العيادات الخارجية أو للمقيمين في المستشفى بكامل الخصوصية وطاقم طبي ونفسي واجتماعي متكامل بيشرف على وضع الخطط العلاجية للمرضى أهلا وسهلا فيك دكتورة راوية أهلا موضوع كتير مهم يعني عم نقول أنه هالإيام الناس صارت وعية لمشاعرها كتير أكتر من قبل ضغوطات الحياة كتير أكتر من قبل بتطلب أنه نحن نرتقي بصحتنا والصحة النفسية بنفس المستوى اللي نرتقي بصحتنا الجسدية ولكن يبدو أنه هناك أفكار مغلوطة على الطب النفس في مفاهيم كتير مغلوطة في مجتمعنا الصحيح مع أنه المجتمع تغير يعني الجهل كالطب النفسي مثلا قبل 20-30 سنة كان جهل كتير كبير وكان عيب أنه الواحد يروح للطبيب النفسي لكن وصلنا لمرحلة صار فيها خلط أيوة هذا الخلط طبعا أثر على سلوك الناس في التعامل مع قضية الطب النفسي هو بادئ دي بدء خلينا أقولك أنه الطب النفسي ما هو ما هو طب النفسي هو بالزبط الآن الطب النفسي هو طب في النهاية الطبيب النفسي هو خريج كلية الطب بيعمل اختصاص اسمه الطب النفسي الاختصاص هذا هو فرع من فروع الأمراض الباطنية آه الآن جزء من المفاهيم الخاطئة أنه بما يزوش ما بين أخصائي علم النفس وبين الطبيب النفسي نعم الآن أخصائي علم النفس هو دارس أدبي ودارس علم نفس في كلية الأداب وفيه تخصص اسمه علم النفس السريري أو الكلينيكي لكن الطبيب النفسي إش مختلف بمعنى أنه علم النفس هو نقطة في بحر فيما يدرسه الطبيب النفسي بحيث يصير اختصاصي في هذا المجال ففيه خلط الصراحة في مفهوم الطب النفسي وبالتالي التردد على العيادات أو التردد على الطبيب النفسي أحياناً بيكون فيه خلط كتير هم بفكروا الطبيب النفسي ممكن يكون مرشد اجتماعي ممكن يكون مرشد زواج مثلاً أو مرشد تربية أطفال أيوة حلال مشاكل نعم الصراحة الطبيب النفسي مش هيك طبيب النفسي في النهاية هو بشخص حالات مرضية وبيعالجها وحتى لو فيه إشكالات في حياة هذا المريض هو بيدله على الطريق لكن ما بيحلله إياه أيوة ما بيحل ولا بيخذه قرار في حياته كمان يعني نقطة كتير مهمة برضو الناس فهمها غلط نحن لا نستطيع أن ندير شؤون الآخرين في حياتهم اليومية هذا كل يكون عارف ما حدا رح يدير لك شؤون حياة لا يمكن الإنسان هو المسؤول أنا فقط ما دلك على الطريق لكن أنت حر رحتها ما رحتها أخذ قرار فيها ما أخذ قرار هذا إشي بيرجع إليك فهذه جزء أساسي من سوء فهم موضوع الطب النفسي وبعدين هلأ هون يمكن الطب النفسي بيكون أكتر بكيمياء لدماغ علاقة بالزبط النفسية مع السايكولوجي مع البيولوجي للجسم فهون مثلا لما شخص بده يتوجه لعيادات الطب النفسي يعني شو يكون توقعاته أو إيش لازم يكون مثلا هو بيشكي خلينا نبدأ في البداية شو بيكون بيشكي لحتى يقول أنا بدي أتوجه عند الطبيب النفسي خلينا أقول لك هو ما يحدث في المفاهيم الخاطئة فيما يخص الطب النفسي موضوع الإنترنت موضوع الإنترنت يعني أي واحد متضايق هالأيام بيسمي حاله مكتئب هلا متضايق لأنه عنده مشكلة بيصير مكتئب أي واحد بيغسل إيديه مرتين بيقول أنا عندي أو سي دي بيقرأوا على النت وبلبسوا حالهم وبيجونا مشخصين حالهم تشخيص طبعا هذا الحكي خاطئ جدا لأنه نحن لا نعتمد يعني يشوف المواقع اللي على الإنترنت هي الصحيح مواقع غير طبية موضوع المعلومات اللي فيها خاطئة خاصة فيما يخص كتير من الأعراض المرضية وفيما يخص الأدوية هلا هادي بتأثر حتى على مسار معالجة المريض لكن هلا واحد شعر حاله مش فاهم حاله خلينا نفترض يعني إنه مش فاهم حاله إذا لجأ للطبيب النفسي على الأقل بيديله شو مشكلته أيوا بيحدد له إيش مشكلته هل هو عنده قلق وأقول لك الطبيب النفسي مش شرط إنه كل مريض بيجيه لازم يعطيه دواء أوكي هاي مهمك مش شرط هو فقط من إذا كانت الحالة تستدعي تدخل دوائي لمساعدة المريض كان به أو كان العلاج دوائي أساسا بس في بعض الحالات اللي بلزمها عاش هو بلزمها إرشاد وبيلعب الطبيب النفسي دور المرشد ولكن مرشد بالطريقة اللي وصفتها إنه أنا بديلك عالطريق لكن أنت رجليك اللي بتاخدك فيها مش أنا اللي بقول لك بعمل لك هيك بحياتك اليومية وعشان هيك زي ما تفضلتي من الإنترنت يعني صرنا نحنا نبالغ باستخدام مصطلحات مش صحيحة إنه أنا عندي اكتئاب إذا اليوم مثلا ما عشي ما مشيت زي ما بدي اكتئبت لا يعني هي كلمة كتير أكبر يمكن من ما الناس بتعملها شوفي كلمة اكتئاب إحنا بنحكي عن وصف مرضي الوصف المرضي فيه إله أعراض وظواهر ومدة زمنية لوجود هذه الأعراض والظواهر أما والله الصبح كنت كويسة بعدين بعد الظهر هيك في ساعة زمن اكتئبت قعدت ساعة مكتئبة وبعدين هذا هذا مش اكتئاب يا جماعة الخير الواحد بتنكد وضع طبيعي وضع طبيعي أنا دائما سترندة بقول فن الحياة هو فن التعامل مع المتغيرات المفروضة علينا هي بالمئة فلذلك إحنا في اليوم الواحد ممكن نمر بكل أنواع المشاعر صح ممكن تتبسطي ممكن تنرفزي بالزبط ممكن تقلقي ممكن تعصبي ممكن يعني ممكن تتمر بكل هدول في يوم واحد هذا وضع طبيعي يعني هيك الله خلقنا نتفاعل مع البيئة المحيطة فينا فلذلك كان هو موضوع الانترنت الصراحة أنه كتير مهم لأنه كتير من الناس اللي عنده قابلية للإيحاء شوية صغيرة ما عليه اللي يفتح النت بيقرأ عن أعراض مرض بتعجبه بيلبسها بيجينا بيجي ناس هيك المريض طبعا بيجي كتير خلص بيصير متوهم أنه هو مريض لا مش متوهم هو يقرأ وبيفكر أنه عنده هذا المريض لكن هو مش توهم هو بيقرأ وبيحفظ الأعراض ويقول لي أنا عندي كذا وكذا وكذا معنا عندي المرض الفلاني هذا لا يعقل لا يعقل لا يعقل طبعا هلأ احكينا إذن عن الموروث أو المعتقدات الخاطئة بالطب النفسي ولكن هلأ لما يكون فيه بالأسرة شخص عن جد بحاجة لطبيب نفسي كيف لازم تتعامل مع الأسرة؟ لا خلينا أقول لك برضو من ضمن المفاهيم الخاطئة عن بعض الأسر يعني في بعض الحالات اللي مرت عليها مثلا بياخدوا ابنهم بياخدوا على الطبيب مرة واحدة في خلال 15 سنة 16 سنة بيحطوا على علاج وبيضلوا يعطوه العلاج بدون علمه ولا بيراشعوا فيه الطبيب هذه من أخطر ما يمكن على مسار حياة هذا المريض لأنه جزء أساسي من العلاج أنه يتولد البصيرة هو يصير ياخد علاجه مش أظلني أنا كأمو أظلني أحط له هالعلاج أحط له العلاج بعدين مش رح أعيش للأبد طريقة التعامل هو يعني هذا اللي أنا بودي أنه الأهل ينتبهونها أنه في بعض الأحيان فكرة الدخول للمستشفى بترعبهم أيوة مزبوط لكن في كثير من الأحيان خاصة في الأمراض النفسية الكبيرة اللي زي الفصام مثلا أو الاكتئاب الشديد أو اضطراب المزاج ثمائي القطب نحتاج إلى الإدخال الإدخال لصالح المريض وليس ضده ومن ضمن المفاهيم الخاطئة عند الناس إنه بدي أدخله المستشفى رح يطلع عليه مجنون يعني ما عدناش نستخدم كلمة جنون نهائي في أمراض هذا طب مثله مثل فروع الطب الأخرى لكن كمان كل واحد في المستشفى ما هو مريض ولو لا إنه مريض ما بيكون في المستشفى لا يعقل إنه أدخل مثلا عندي مغس أدخل المستشفى وقول خايفا لأنه اللي جنبي عمل إزاي ده إنه أنا أعمل إزاي ده إنت عم بتفكر هيك نفس الشي بالزبط يعني إنت عم بتفكر هيك لكن لصالح المريض وقولك إنه الأمراض الكبيرة محكوم علاجها بالقانون يعني الأهل لا يتقبلوا مثلا فكرة الإدخال القصري إذا المريض رافض الدخول لازم مرات ممكن يطلع طبعا فيه إدخال قصري هذا بحكم القانون يعني فيه موعد في القانون لأنه شوفي عدم العلاج قد يعرض يعرض حياته هو للخطر أو حياة اللي حوله للخطر وبالتالي أنت بحاجة أنك أنت تحتجزيه وتجبريه على العلاج والعلاج مش بس الدواء العلاج أيضا أني أنا أثقفه وأولد البصيرة بحيث يتشبت بهذا العلاج هذا اللي كتير مهم الإدخال للمستشفى عمره مكان غلط في الطب النفسي هاي كتير منيحة يمكن أنا بحس كمان كتير كان فيه دور للدراما العربية المسلسلات والأفلام إنه لم تقولي مستشفى الطب النفسي يعني بيكونوا مستشفى مجنين ولكن هذا مش صح؟ مش صحيح هلأ أحنا نحكي طب علاج طبي إحنا وعدين أقولك يعني هو هلأ في الدول المتقدمة عاد أو خلينا أقول نسبة الإدخال لمستشفى أمراض نفسية أقل من نسبة إدخال لأقسام الطب النفسي في المستشفى العامة للأسف في الأردن إنه إحنا متأخرين جدا في هذه المسألة عنا قسمين فقط يعني فيه مستشفى الجامعة الأردنية وفيه مستشفى الملك عبد الله أما بقية المستشفيات حتى المستشفيات الخاصة أو الحكومية ما فيها أقسام مضبوط وبتعتقده لازم يكون لازم يكون ويمكن يعني مستشفى الرشيد كونه المستشفى الخاص الوحيد بالطب النفسي إنه بدأوا يعملوا دمج لبعض الحالات مثلا غسيل الكلا فيه طوارئ فيه يعرفت كيف إنه بدأ يصير فيه لأنه لازم يصير فيه دمج بين الطب النفسي وفروع الطب الأخرى طيب هلأ بحب أسمع من حضرتك يعني أكتر زي ما نقول مفاهيم مغلوطة أنتو بتشوفوها عندكم بالمركز وأدي بتحسي هلأ من خلال هاي الفقرة ومن خلال البرنامج إنه تقولي لناس لا يا جماعة مش هيك يعني أكتر نصائح عامة شوف يعني أكتر إشي هو بنشوفه إحنا في العيدات الخارجية أحنا الأهل بيجيبون لنا بنت أو ولد مثلا مراهق بيكونوا مدللينه زيادة عن اللجوم وبيجوا عند سد المراهق وبيقولوا لا ويبدأ الصراع أيوة ويبدأ احتمالية حدوث الانحراف يبدأ الكذب يبدأ السرقة ويبدأ ممكن تعاطي التدخين وتعاطي المخدرات وكل هذا الحكي وبطلبوا مننا أن نساعدهم في تربيته يا عمي هذه أنا بقف عندها بقول والله أنا ربيت أولادي يعني هذا عملت الدور اللي علي لكن لا أستطيع أن أربي القفل آخر مين هون لازم يأخذوا هم الأهل اللي مفروض أنه ينتبهوا أسري هلأ في بعض الأحيان مثلاً بعض الحالات اللي بتجينا مثلاً مشكلة أخلاقية أيضاً الطبيب لا يستطيع أن يتدخل في مشكلة فيها سلوك أخلاقي سيء ما بقدر أقول له إيه نعدل ما بقدر أقول له يمشي بطريق قويم ما بقدر أجبره يعني افتفاق في أمور وبلزمنا فعلياً يعني دائماً أنا بنبه